مثلا أي شخص راح أودع مبلغ مثلا مليون ريال في حساب نشاطه ما هو مليون ريال مباشرة موظف البنك كيف حسابه من نشاطه مليون ريال نشاطه ما هو مليون ريال يعني مثلا ليس لديه مؤسسة تجارية يستطيع أن يبرر هذا المبلغ نشاط حسابه معنى أنه ما عمره دخل حسابه مليون ريال وطالع عندي مثلا أنه متسبب ما عنده وظيفة معينة في الأحوال المدنية ما هو يعمل بوظيفة مرموقة في قرائن أي في قرائن معينة تجتمع هذه القرائن ترقى لمرتبة الدليل مباشرة موظف البنك مدرب في البنوك من قبل البنك المركزي السعودي أبدا لديهم نظام إلكتروني على طول يعطي مسألة العلم الأحمر هذا والريد فلاك مباشرة هذا العلم تبلغ جهات عديدة من ضمنها وزارة الداخلية الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة وكذلك البنك المركزي وأحيانا يحدث أنهم يضعونه تحت الاشتباه فقط ويقومون يتأكدون من البحث والتحري في الرئاسة أمن الدولة وبعد ما تكتمل بعض القرائن ربما يجمدون الحساب لكن أيضا هذه المرحلة تسمى مرحلة اتهام لا زالت بعد مرحلة الاتهام هذه يأخذ طبعا إلى الجهات المختصة بعد ما يجمعون الأدلة والقرائن مثل ما تفضلت ويستدلون يذهب الملف بالكامل إلى النيابة العامة هناك دوائر متخصصة في هذه الجرائم المالية جرائم غسل الأموال محقق مختص يأتي بالقرائن ويأتي بالأشخاص والأدلة والشواهد ثم بعد ذلك يرفعها إلى الادعاء العام في النيابة ومن ثم بعد الادعاء العام في النيابة تذهب إلى المحكمة الجزائية وطبعا مشكلة غسل الأموال كجريمة صور متعددة يعني لا يوجد صورة معينة شبت الصورة هذه اللي أنا قلت لك مثلا شخص يروح لمؤسسة تجارية ربما تكون الصورة تفضلت فيها الحين يا دكتور يعني اللي بيأخذ ويودع في حسابه مليون وحسابه غير نشط هذا الشكل يمكن يكون بدائي نوعا ما في أساليب ثانية يمكن نعم في أساليب عديدة بس أنا حبيت أبدأ بأبسط أسلوب في من الأساليب المعقدة جدا قد يستخدم حكم قضائي في غسل الأموال يستخدم حكم قضائي نعم يروح مثلا لشخص يعرفه ويقول أبو فلان وقع معي ورقة أني أنا أخذت منك دين مثلا وقع معي سند لأمر سواء إلكتروني أو سند لأمر ورقي وأبد أبصم عليه أني أنا مثلا دينتك المبلغ الفلاني والروح المحكمة حكت التنفيذ أنفذ عليك الحكم القضائي ويصير هنا يتغسل المبلغ ذا عن طريق الحكم القضائي وكشفوا قضية حقيقة مؤخرا في هذا الشأن أن يستخدموا حكم قضائي تداينوا الإثنين تداينوا عمدا حتى يخفون المبلغ ذا ويوجدون سبب مشروع اللغز في أي عملية غسل الأموال هو كيف تجعل هذه الأموال غير النظيفة إلى أموال نظيفة تجعل لها سبب مشروع